إنجاز يحسب لحكومة السوداني لكن البعض علق على جزئيات من أن هذا المشروع المعلن سيتضمن سبعة خطوط أربعة عشرة محطة مساحة تصل إلى خمسة وثمانين بالمئة من العاصمة بسعة ثلاثة ملايين راكب يوميا سيمر هذا المترو بمناطق مكتظة مناطق قديمة عشوائيات هنا يتحدث البعض كما قلنا من أنه لماذا لم تتم معالجة هذه المسائل المهمة قبل الشروع بمثل هكذا مشروع مهم العشوائيات والمناطق السكنية القديمة والمكتظة أيضا طبعا هي المشاكل الكبيرة ومتعددة في البنى التحتية وأيضا تقادمها وتهالكها وعدم استيعاب مدينة بغداد لهكذا زخم سكاني لكن توفير طرق النقل خصوصا المرور بهذه المناطق بالإضافة لمناطق الجديدة الاستثمارية التي حدثها السيد الرئيس الوزراء ضمن خارطة الطريق لهذا المشروع المرور بالمدن الجديدة مدينة علي الوردي ومدينة الجواهري ومدينة الصدر الجديدة هذا يجعل رغبة لدى السكان بالتحول إلى تلك المناطق بحيث يكون انفتاح في مدينة بغداد وبالتالي يمكن اعمار البنى التحتية القديمة في تلك المناطق خصوصا انه مشكلة العشوائيات وقدم مدينة بغداد لا يمكن معالجها بسهولة ما لم تكن هناك مشاريع استثمارية كبيرة جدا قادرة ان تكون بمشاركة شركات اجنبية رصينة يمكن ان تسهم بخلق بنى تحتية جديدة خصوصا ان البنى التحتية في مدينة بغداد هي قديمة ولا تستوعب هذا العدد الكبير من السكان فهناك عدة افكار مطروحة اليوم لدى الحكومة منها التكسي النهري بحيث يكون النقل النهري بديلا لفك حالة الاختناقات وايضا المترو اللي كان سابقا نتحدث عنه طوال سنوات اليوم هذا المشروع وصل مراحل جدية وهناك شركات استشارية تم التعاقد معها اشتركوا في القناة